اهلا بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم عن ارض النوبة واثارها واتمنى ان الموضوع ده ينول اعجابكم وما تنسوش تشتركوا في القناة لليسه مشتركش وتعملوا شيروا لايك وتفعيلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اهلا بكم مرة تانية عندما تصل الى مدينة اسوان في سعيد مصر وتقرر زيارة القرية النوبية تلاحظ هناك ان البيئة المصرية والعادات والتقاليد واللغة قد تغيرت تماما فانت تعيش في عالم اخر تعيش في عالم غير العالم الذي تعرفه وعشت فيه فبالرغم من ان النوبيين يتكلمون اللهجة المصرية مثل كل المصريين الا انهم لهم لغة خاصة بهم هذه اللغة تعرف باسم اللغة النوبية والنوبيين يعتزون جدا بلغتهم فعندما يتكلم النوبيين هذه اللغة الخاصة بهم والتي تعرف باسم اللغة النوبية تجد نفسك جذائر للقرية النوبية او ارض النوبة تجد نفسك لا تفهم اي شيء مما يقولونه فهي لغة خاصة بالنوبيين وحدهم وتشتهر القرية النوبية بتربية التماسيح الصغيرة داخل بيوتهم وتشتهر النساء النوبيات بعمل الوشم او التاتو الذي يقومون بعمله من الحنة يحضر النوبيين التماسيح الصغيرة من بحيرة اسوان وقبل بناء السد العالي كانت التماسيح الكبيرة والصغيرة تأتي الى مصر وتعيش في نهر النيل وكانت بلاد النوبة قديما غنية جدا بمناجم الدهب نتيجة بناء السد العالي من عام 1960 تم انقاذ معابد النوبة مثل معابد كلابشا وعمدا وابو سنبل وغيرهم وقد ساهمت الكثير من الدول في انقاذ معابد النوبة والمعروف ان مصر اهدت مجموعة من المعابد الصغيرة الخاصة ببلاد النوبة الى الدول التي ساهمت في عملية الانقاذ وفي حقيقة الامر لابد لنا ان نفخر بما تركه اجدادنا العظماء من اثار عظيمة ولابد لنا ايضا ان نعتز باقوالهم التي تركوها لنا والتي ما زالت تعلمنا الكثير فنحن نتعلم الكثير من اجدادنا لقد استطاع الانسان المصري القديم ان يقدم للبشرية حضارة مترامية الاطراف وقد ارسى هذه الحضارة على اسس قوية فقد عرف المصري القديم كيف يشاهد ويدرس ويحقق لقد قفذ المصري القديم بحضارته العريقة الى الامام لقد استقرر المصري القديم على شاطئ النيل وقام بالزراعة وبناء المدن المنطقة الواقعة الى الجنوب من اسوان تسمى بلاد النوبة ويعتقد الكثيرون ان اهل النوبة القديمة كانوا يسكنون هذه المنطقة الى الجنوب من اسوان حتى وادي حلفة والواقع ان المناطق النوبية تمتد من جنوب اسوان حتى مدينة الدبة في الجنوب ويتقع في الغرب من ماروة والى الجنوب من دون قلة يتميز هذا الاقليم انه جزء من الصحراء العظمى التي تمتد من الشرق الى الغرب للجزء الشمالي من افريقيا اعتمد النبيين قديما اعتمادا كليا على نهر النيل حيث عاشوا على شاطئ النيل فهو وسيلتهم الرئيسية للانتقال من مكان الى اخر واعتمد المصريين بوجه عام وكذلك اعتمد اهل النوبة كل الاعتماد على نهر النيل في جراعة الارض وفي الاسماك التي تم صيدها من نهر النيل التي كانت الغزاء الرئيسي لاهل مصر والنوبة وتقسم بلاد النوبة الى قسمين هما الجزء الشمالي وهو جزء من الوطن المصري ويمتد هذا الجزء من شمال الوادي حلفة حتى اسوان ويعرف الجزء الشمالي بالنوبة السفلة اما القسم الجنوبي فهو يمتد من وادي حلفة حتى مدينة الدب ويعرف هذا الجزء بالنوبة العلوى او النوبة العولية والنبيون الحاليون نقسمهم الى المجموعات التالية اولا الكنوز وهم ينقسمون الى جماعات صغيرة ورغم انها جماعات صغيرة ولكنها كثيرة العدد وقد نزح بعضهم شمالا حتى ادفوا واستقروا في القرى المختلفة ويأتي بعد الكنوز العليقات وهم عرب حاجروا من الخجاز الى مصر واستقروا في بلاد النوبة بداية من القرن التمنتاشر الميلادي وقد حافظوا حتى اليوم على لغتهم العربية سالسا القديح القديجة وهم عبارة عن قبائل العربية رابعا المحس وتقى أوطالهم في منطقة الجندل السالس خامسا السكوت وتقى أوطالهم عند وادي حلفة في الشمال واقليم السكوت وكذلك اقليم المحس هما اقليمين محدودة الموارد بوجه عام ولذلك هاجر الكثير منهم في جماعات كثيرة وتوجه المحس في العادة الى الهجرة ناحية الشمال اي الى مصر سادسا الدناقلة وهم يذكرون في المناطق الواقعة الى الجنوب من الجندل السالس والتي تمتد من الدبة وابي فاطمة وهذه المنطقة تمتاز بالخصوبة والتساع الوادي فيها وخلو النيل من العوائق التي تعوق الملاحة ولا بد ان اقول ان النوبيين معتصبون جدا معتصب متعصبون جدا للغتهم وهم يتحدثون بها حتى الان واللغة النوبية تنقسم الى لهجتين يوجد بين اللهجتين تشبه فاللهجة النوبية الاولى يتحدث بها النحس والسكوت واللهجة الثانية يتحدث بها الكنوز والدناقلة والمعروف عن النوبيين انهم زو قامة متوسطة اكسابهم نحيلة ولهم رأس مستطيل بارز من الخلف والانف والشفاء معتدلة والنوبيين لهم شعر مموّك وبشرتهم لونها اسمر يميل الى اللون الاحمر استطاع النوبيون قديما ان يسيطروا على حكم مصر حيث حكمها بعنخي وكون بعنخي الاسرة الـ 25 الفرعونية وكان ذلك ايام العصر المتأخر للحضارة المصرية القديمة الا ان دولة اشور كانت قد امتدت باطمعها الى مصر وستطاع وستطاع ملك اسمه اشور اخي الدين بعد محاولات عديدة ان يهزم الملك النوبي طهاركع ودخل اشور مصر او دخل اشور الدلتا عام ستمائة وسبعين قبل الميلاد ارسل ملك اشور جيشا قويا الى مصر العليا وواصل جيشه الى طيبة الى الاقصر حاليا واعترض الملك الاشوري الملك المسمى طهاركع النوبي الذي رحل هاربا الى عاصمته الجنوبية نباتة وبعد موت الملك النوبي طهاركع حكم ابنه تانوت امون واستطاع هذا الملك النوبي ان يزحف بجيشه الى ملف واشتبك هنواك في منف في معرقة ضد الاشوريين ولكن في الجولة الثانية للمعرقة تمت هذيمة تانوت امون النوبي ورحل هاربا حيث تعقبه الاشوريين حتى العاصمة الجنوبية الواقعة في جنوب مصر التي تسمى نباتة وبخروجه من مصر انتهى حكم النوبيين استقر النوبيين في منطقة نباتة ولم يحاولوا الرجوع الى مصر مرة اخرى واكتفوا ببسط نفوزهم على مناطق النوبة السفلة وبعد افريقي الرومان نجحوا نجحوا في السيطرة على حكم مصر واعتركوا النوبيين متمتعين باستقلالهم من الحكم الروماني على ان يعترفوا بالسيطرة الرومانية على مصر اسما وليس فعلا وقد ظل الصراع بين اهل النوبة والرومان حتى دخل الاسلام مصر عام 641 ميلادية على يد عمر ابن العاص وقد اعتنق النوبيين المسيحية قبل مجيء الاسلام ولكن بعد مجيء الاسلام اعتنق النوبيين الاسلام منذ القرن الخامس عشر الميلادية وفي القرن التاسع عشر تحصن بعض المماليك بالكثير من مناطق النوبة الا ان ابراهيم باشا اجلاهم عنها والان اريد ان اتكلم عن الاثار التي ما ذالت باقية من بلاد النوبة كان يوجد في بلاد النوبة السفلاء ستاشر معبد وخمسة هياكل بعد هذه المعابد ما زالت موجودة في بلاد النوبة والبعض الاخر كما قلت قبل ذلك اعطيت اعطيت هدية بلاد بلاد ويقع معبد ازيس الشهير على جزيرة فيلا ويطلق ويطلق على هذه الجزيرة ايضا اسم انس الوجود ولكن اريد ان اقول اثناء بناء السد العالي تعرضت جزيرة فيلا والمباني المقامة عليها لخطر المياه الخاصة بالسد العالي ولذلك تم نقل الاثار الموجودة على جزيرة فيلا الى جزيرة قريبة من فيلا وتسمى جزيرة اجيريكا ومن المعابد النوبية ايضا معبد دابود الصغير ويقع هذا المعبد او كان يقع على بعد عشرين كيلو مترا الى الجنوب من سد اسوان وتم هذا تم نقل هذا المعبد واعطي هدية الى اسبانيا وهذا المعبد الصغير المسمى باسم دابود يوجد حاليا في مدريد باسبانيا معبد كورتاسي يقع هذا المعبد الصغير على مسافة خمسة واربعين كيلو مترا الى الجنوب من سد اسوان وهو يرجع من حيث البناء الى العصر الروماني وفي حقيقة الامر تم نقل هذا المعبد الى جذيرة اسوان معبد تافع وهو موجود حاليا في هولندا بعد فك حجارته وإهداءه الى هولندا لانها شاركت في نقل المعابد وانقاذها بسبب بناء السد العالي ومن المعابد الموجودة حاليا في بلاد النوبة معبد كلابشا وهذا المعبد من اكبر المعابد المقامة في بلاد النوبة ويمكن مقارنته بالمعبد المصري الكارنك ويبعد معبد كلابشا عن سد اسوان بحوالي سبعة وخمسين كيلو متر بني معبد كلابشا في عصر الدولة الحديثة وهو خاص بالإله النوبي ماندوليس ويقال أنه كان حسب العقيدة قديما إله الإخصاب معبد معبد بيت الوالي يوجد حاليا في النوبة ويتميز معبد بيت الوالي بالمناظر التي تبين الحياة اليومية معبد دندور وهو معبد صغير يقع معبد دندور على بعد 78 كيلو مترا إلى الجنوب من أسوان شيد معبد دندور الإمبراطور أغسطس عام 30 قبل الميلاد وفي حقيقة الأمر أن معبد دندور موجود حاليا بمتحف المترو بوليتان بأمريكا فقد أهدي إلى أمريكا معبد جارث حسين بناه رمسيس الثاني معبد الدكة ويوجد في بلاد النوبة وقد تحول معبد جارث حسين في العصر المسيحي إلى كنيسة قلعة كوبان تقع على مقربة من معبد الدكة وقلعة كوبان شيدها شيدها ملوك الأسرة الثانية عشر الدولة الوسطى شيدوها لتأمين منطقة بلاد النوبة الصفلة معبد معبد وقد وقد بنا رمسيس الثاني هذا المعبد المعروف بوادي السبوع بناه في بلاد النوبة القديمة وترجع تسمية هذا المعبد بوادي السبوع إلى أنه يوجد صفين من التماثيل لأبي الهول التي تتقدم واجهة المعبد تحول معبد وادي السبوع إلى كنيسة في العصر المسيحي معبد عمد يقع هذا المعبد على مسافة 185 كيلو متر إلى الجنوب من صد أسوان ومعمد عمد هو من أقدم المعابد التي تم تشييدها في بلاد النوبة وقطم بناء معبد عمد في عصر الملك تحكم الثالث الدولة الحديثة تم تحويل هذا المعبد أيضا إلى كنيسة مسيحية وتليت جدراله بالجير الأبيض لإخفاء الصور والنقوش التي كان مرسوما عليها الآلهة المصرية القديمة ونتيجة لطلاء هذا المعبد بالجير نجد أن الألوان القديمة ما زالت في حالة جيدة جدا قلعة قصر إبريم تقع على مسافة 23 كيلو مترا إلى الجنوب من سد أسوان وقلعة قصر إبريم مشيدة على ربوة سخرية عالية معبدين أبو سنبل وهما أيضا من المعابد النوبية الكبيرة وكل المعبدين نحتى في الصخر في عهد الملك الشهير رمسي ستاني وقد تم نقل المعبدين وإنقاذهما بسبب بناء السد العالي المعبد الكبير خاص بالملك رمسي ستاني والمعبد الصغير في أبو سنبل خاص بزوجة الملك رمسي ستاني الزوجة الرئيسية المحبوبة لدى الملك التي كانت تسمى نفر تاري معبد أبو عودة وهو ومعبد صغير يقع على الشاطئ الشرقي أمام معبدي أبو سنبل نقر أو نحت معبد أبو عودة في الصخر الملك الملك المصري حور محب من الأسرة من الدولة الحديثة وهذا المعبد كما قلت لكم منقور في الصخر الحقيقة الحقيقة نتيجة لبناء السد العالي تم إنقاذ معابد النوبة وخاصة معبد أبو سنبل وطبعا زي ما أنتم عارفين حصلت مشكلة كبيرة لأهل النوبة نتيجة بناء السد العالي تم تهاجرهم من أرضهم إلى أسوان وكومنبو وطبعا دي كانت بالنسبة لأهل النوبة كارثة كبيرة فهم حتى الآن يريدون الرجوع إلى وطنهم الأصلي برضو تم منح بعض معابد النوبة للدول التي ساهمت بمبالغ كبيرة في مشروع إنقاذ معابد النوبة وده اللي وجع قلبي جدا يعني الحقيقة يصعب علي كتير قوي إننا أعرف إن معابد نوبية موجودة في دول أخرى زي أمريكا وأسبانيا وهولندا على سبيل المثال والمعابد دي زي ما قلت لكم معبد دابود ومعبد دندور ومعبد طافع الساح الأجنبي يجد صعوبة في الوصول إلى الأماكن الأسرية الموجودة في بلاد النوبة فأنا شخصيا لولا إننا طلعت على مركب أو سفينة في بلاد النوبة من أسوان لابو سمبل قدرت أزور الأماكن دي فلا يمكن لأي حد أن يزور المناطق الجميلة دية الموجودة في بلاد النوبة إلا عن طريق الفنادق العائمة اللي هي المراكب أو السفن العائمة بنبات عليها وبنعمل زيارات لهذه المعابد التي ما زلت باقية حتى اليوم الفنادق العائمة دية بتمر من أسوان إلى أبو سمبل أو من أبو سمبل إلى أسوان لابد لنا أن نهتم بآثار النوبة فآثار النوبة ليست فقط مع بدي أبو سمبل أو جزيرة فيلا في أسوان ولكنني قصدت هنا أن أعدد لكم هذه الآثار العظيمة التي وجدناها في بلاد النوبة لكي تعرفوا أننا وجدنا الكثير والكثير في أرض مصر العظيمة فمصر بها آثار كثيرة لا تعد ولا تحصى وما زلنا نبحث ونجد الكثير من الآثار الموجودة في باطن الأرض شكرا لكم طبعا أنا ممكن أطول في الموضوع دوت ولكن أنا أردت هنا فقط أن أعطيكم فكرة عن أرض النوبة وأثار ها العظيمة وأهلها الطيبين شكرا لكم ده اللي أنا كنت عايز أحكي النهار ده أتمنى أن يكون لأعجابكم دعاموا القناة اشتركوا في القناة مع وعد مني بأن أنا دايما أقدم لكم الجديد والمفيد شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة كان معكم أخوكم محمد مصطفى سلام عليكم